اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقا لآليات التسعير المتبعة وسعيا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكليفها الإنتاجية والاسترادية المرتفعة تم اتخاذ إجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشفر وحددت اللجنة سعر بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر وبنزين 92 بسعر 15 جنيها و25 قرشا للتر بينما حددت بنزين 80 بسعر 13 جنيها و75 قرشا للتر وأصبح السعر السلار 13 جنيها و50 قرشا للتر والكيروسين 13 جنيها و50 قرشا للتر أما المزود المورد لباقي الصناعات فأصبح السعر الطن المزود 9500 جنيه وغاز تموين السيرات 7 جنيهات للمتر المكعب